اهلا بكم في مجز الأخبار توعدت ميليشيا الحوثي بمنع أي محاولات للسناف عمليات تصدير النفط بعد أربعة أشهر من توقفها جراء الهجمات التي شنتها على الموانئ النفطية بحضر موت وشف ونهاية العام الماضي قال المتحدث العسكري باسم ميليشيا يحيى سريع أنهم سيواصلون تتبع محاولات ما أسمها نهب الثروة والتعامل المناسب معها في إشارة لشن هجمات مماثلة لتلك التي استهدفت من أي الضبى بحضر موت والنشيما بشبوى ردا على عدم تلبية اشتراطاتها لتشجيد الهدنة وزعم سريع السعداد وجاهزية الميليشيا لتنفيذ عمليات ضد القوات الأجنبية المتواجدة في البلاد في إشارة للقوات السعودية والإماراتية والغربية التي تتواجد في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الأزمة اليمنية شأن يمني داخلي مؤكدا ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأضف في مؤتمر صحفين العلاقات مع السعودية عادت إلى وضعها الطبيعي بعد خمس جولات من المحادثات في بغداد وأكد جاهزية إيران لإجراء محادثات بين وزراء الخارجية على مستوى البلدين مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق على مكان المحادثات والإجراءات العملية لإفتتاح السفارات بأقرب وقت وقال أن الاتفاق مع الرياض أكد ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة حسب تعبيره طالبت وقفة احتجاجية لرابطة أمهات المختطفين بصنعاء المبعوث الأممي باتخاذ خطوات جدية لإنقاذ المختطفين والضغط على جميع الأطراف بسرعة الإفراج عنهم ودعت الوقفة التي نفدت أمام مقر مكتب المبعوث الأممي بإيقاف محاكمات ميليشيا الحوث بحق المختطفين لديها بالتزامن مع المفاوضات الجارية في جنيف الرابطة شددت على إيقاف كافة أشكال المحاكمات غير العادلة وأحكام الإعدام الصادرة بحق المختطفين والعمل على الإفراج عن الجميع دون قيد أو شرط أعلنت شركة هولندي أنها ستبدأ مرحلة سحب النفط الخام من خزان صافر العائم قبل تسواحل الحديدة خلال شهر يونيو القادم وضح ممثل شركة سميت خلال ورشة عمل بعادا حول خطة تشغيل مشروع قاد ناقلة قال إن العملية والمعالجة وتثبيت السفينة البديلة ستبدأ خلال شهر يونيو ويوليو وحتى منتصف غصص القادم وشر إلى أن الشركة ستباشر عقب ذلك التخلص من الخزان المتهالك الذي يحمل حاليا على متنه أكثر من مليون برميل من النفط الخام أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن هناك مئتي ألف مهاجر من القرن الأفريقي في اليمن معرضون لسوء المعاملة والاستغلال وأشرت إلى أن أربع ملايين ونصف المليون يمني نزحوا جراء العنف أكثر من مرة داعية إلى الاهتمام وتقديم الدعم لهذه الفئات وكانت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أعلنت لسبوع الماضي وصول أكثر من 10.700 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهر فبراير الماضي انتهى الموجز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر